تسلم أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور إحسين الشبلي التقرير النهائي لحملة جمع التبرعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين الذي نظمها المركز الوطني للبحوث الزراعية في مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية وأكد حداد أن الأردن صباق في رسم الدبلوماسية الإنسانية المتمثلة بتقديم الدعم والمساعدة الخارجية وخاصة أدول العربية الصديقة والشقيقة إلى الأهل في غزة بدوري أكد أمين عام الهيئة دكتور إحسين الشبلي أن الأردن مستمر بإدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات تقرينا مع المركز الوطني للبحوث الزراعية الذي قام قبل فترة بتنظيم مهرجان للزيتون والمنتجات الزراعية فكان اللقاء اليوم هو عبارة عن هذه المخرجات وهذه المنتجات خلاصتها بتقرير مع المواد التي تم تسليمها حتى يتم إيصالها إلى الأهل في قطاع غزة نشكر المركز الوطني على هذه الفكرة وعلى هذا التبرع وعلى هذا الجهد الوطني أتى هذا اللقاء في الهيئة الخيرية الهاشمية لتقديم الشكر للهيئة للجهود التي بذلتها معنا لإنجاح الحملة التي أطلقت على هامش مهرجان الزيتون الوطني بعنوان موني لبيتك وبيت في غزة ونشكرهم على إيصال المساعدات التي تم جمعها من المشاركين في المهرجان ومن المتبرعين وأخص بالذكر أيضا مجلس الأعيان الذين لم يقصروا حقيقة في تقديم الدعم العيني والنقدي لإنجاح هذه الحملة للوقوف مع أهلنا في غزة اشتركوا في القناة